الدكتور محمود عزو دكتور بداية مرحبا بك دكتور أربع سنوات على التحرير وما تزال الموصل سهل خير عليكم على سادة المشاهدين مساء النور دكتور أربع سنوات على التحرير ما تزال الموصل بلا إعمار وطبعا بستثناء جهود فرق تطوعية وبعض المنظمات الدولية دكتور هل هناك سبب حكومي مباشر لتأخر البناء وإطلاق التعويضات الجميع أولا كان هناك مشكلة أساسية هي عدم وجود خطة لمرحلة ما بعد الحرب يعني كيفية إعادة الجهد المدني والإعمار هذه كانت واحدة من الثغرات الواضحة في مرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل اذ ظهرت فجوة بالإجراءات الحكومية في طبيعة التعامل مع المشكلات التي حدثت خاصة المتعلقة بالإعمار أو لويات الإعمار أين تحدث هل هي في ملف التربية في الملف الصحي في ملف إعادة بناء الطرق والجسور الأساسية لذلك بقيت هذه مشكلة أساسية ابتدأت أولا بحلول عسكرية يعني الدكتور إذا تسمحني على مدى أربع سنوات لم يتم وضع خطة أطراف مدينة الموصل لا هذه في في البداية نتحدث عن لأنه لم تكن هناك خطة لمعالجة ملفات ما بعد الحرب لذلك ظهرت هذه الفجوة الكبيرة في ملفات الإعمار كذلك هناك فجوة أساسية متعلقة بملف التعويضات ملف التعويضات كبير جدا في محافظة نينوى تبلغ نسبة المبالغ المطلوبة لسد مبالغ التعويضات تصل إلى حوالي مليار دولار بالنسبة للمعاملات المتقدمة وأيضا بالنسبة كتخمين للمعاملات أيضا لغير المتقدمين أيضا الآن اللي بإمكانهم التقديم خاصة في المناطق الريفية أصحاب المعامل أصحاب الدواجن غيرها من الفعاليات الصناعية التي بإمكانها الآن التقديم يبلغ عدد معاملات المتقدمين حوالي 100 ألف معاملة حتى اليوم والمعاملات أيضا في طور الاستمرار والتخصيص مجموع ما صرف من هذه المبالغ تقريبا حوالي 150 مليار دينار أي ما يعادل 10 أو 15% فقط إذن نحن ننتظر عجز في ملف أساسي هم المواطنين بحوالي 85% هناك أيضا الملف الأساسي المتعلق بمعالجة أو محاسبة المقصرين في ملف سقوط الموصل أيضا هذا الملف الأهم بالنسبة للموصلين كذلك يتطلب معالجة ملفات تتعلق ببعض المناطق التي لم تزل تشكل بؤرة توتر في نينوه وهي ملف سنجار سنجاريون يطالبون بشكل أساسي بوضع حد للمعاناة التي مروا بها عبر محاسبة الجنات ومحاسبة المقصرين وإنصاف الضحايا كذلك يحتاج الموصلين أيضا إلى إنصاف ضحاياهم عبر عدة إجراءات حكومية سواء يعني الدكتور إذا تسمح لي مع كل ما ذكرت دكتور مع كل ما ذكرت سؤالي لك يعني هل السياسة وحدها قادرة على حسن مشاكل المدينة حتى تتخلص من آثار الحرب والإرهاب وتعود الموصل إلى وضع على الأقل شبه طبيعي أولا السياسة كانت هي المسبب الرئيسي في سقوط مدينة الموصل في بيد عصابات داعش الإرهابية رافق ذلك مع عجز أمني وفشل أمني في إدارة الملف الأمني في مرحلة ما قبل عام 2014 لذلك كانت السياسة أيضا مقدمة لمولفات الإعمار الأساسية في محافظة نينوة عانت في الأول سنتين من مشاكل سياسية كبيرة أضحت نينوة والموصل المدينة منطقة مفتوحة بالكامل لكل الأطراف السياسية لذلك شهدنا سراعات سياسية عالية المستوى في نينوة في مرحلة ما بعد تحريرها من داعش خاصة تلك السراعات كانت متعلقة في المقام الأول بالسراع على أموال إعادة الإعمار المقاولات وشهدنا إقالات وتبديل لأكثر من محافظ نتيجة هذا السراع وهذا السراع كان واضح وتجسد بشكل واضح حتى على مستوى استبدال أصغر مدراء الدوائر لدينا أحد الدوائر في سنة واحدة شهدت استبدال خمسة مدراء هذا كان واحدة من أوجه السراع السياسي لذلك هذه السراعات السياسية انعكست على عدم وجود طرف سياسي فاعل في محافظة نينوة يطالب بحقوق محافظة نينوة هذا كان واحدة من المشكلات أيضا التي عانت منها نينوة في مرحلة ما بعد داعش الإرهابي والتي رسخت بشكل كبير جدا العجز في وضع حتى على مستوى خطط حكومية لمعالجة يعني إذن دكتور بعد التحرير دكتور إذا تسمح لي حتى أستغل الوقت وياك يعني ما الذي تغير في الموصل بعد أربع سنوات أيضا حدثني عن علاقة السكان بالقوات الأمنية الموجودة هناك هل استطاعت الحكومة إعادة الثقة بين المواطن والجهات الأمنية أو الأفراد الأمنية الموجودة؟ نعم هذه واحدة من الإيجابيات التي كانت المواطنين محافظة نينوة يقدرون عاليا حجم التضحيات التي بذلتها القوات الأمنية من أجل تخلصهم من داعش الإرهابي لذلك أصبحت علاقة المواطنين مباشرة وجيدة معه كل الفعاليات الأمنية الموجودة مستوى تعاون المواطنين كبير جدا مع الأجهزة الأمنية وهو الذي جعل الأمن مستقر بشكل كبير الموصل لم تشهد حضرا للتجوال في مرحلة ما بعد داعش كذلك هناك التزام بمستوى الإجراءات الأمنية يعني سواء المتعلقة بإجراءات المرور أو غيرها من إجراءات الشرطة أو الأمن الوطني أو الاستخبارات أو حتى على مستوى إجراءات العمليات العسكرية المواطنين ملتزمون ومتعاونون جدا في هذا الميدان وهو الذي جعل الموصل أكثر استقرارا من كثير من المحافظات في مرحلة ما بعد داعش الإرهابي لكن هناك أيضا مشكلة تتعلق بحجم الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتشويش دعني أسميها التشويش في الإجراءات الأمنية خاصة في ملف تشابه الأسماء التدقيق الأمني المستمر الذي أصبح يرهق كاهل المواطنين خاصة في بعض المعاملات التي تحتاج المواطنين في حياتهم اليومية شكرا جزيلا لك دكتور أصدر بيان ولادة أصدر شهادة وفاة أو غيرها من الإجراءات هذا ما يسمح به وقتي من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمود عز وسيد الكريم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك